تسويق الثقافة مقال للاكاديمي السعودي المتخصص في التسويق محمد حطحوت طرح فيه نموذج كوريا الجنوبية واقتصادها بعد انهياره تحديدا عام 97 حيث قررت الحكومة آنذاك تسويق الثقافة الكورية وذلك ضمن مجموعة من الحلول الاقتصادية لدعم الاقتصاد متقذا من الولايات المتحدة والهند نموذجين وقامت كوريا بتخصيص ما نسبته 1% من ميزانيتها لدعم الفكرة التي استغرق تحقيقها نحو 20 عاما لينتج عن هذا العمل اختراقها لثقافات اخرى الكاتب اشار ايضا الى الطريقة التي حطمت بها كوريا الجنوبية السوار السوق الامريكي الذي وصفه الكاتب بالعصي وذلك بالاغنية الكورية الشهيرة جانج نمس تايل التي سجلت ارقاما قياسية على يوتيوب جانج نمس تايل ليست الوحيدة حيث تشهد مواقع التواصل تصدر اسماء فنانين واغنية كوريا عربيا او بمجرد الاعلان عن اي زيارة جديدة لأي من نجوم كوريا للشرق الاوسط ويتفاصيل اكثر عن الموضوع ينضم الينا من الرياض الكاتب السعودي والمتخصص في التسويق محمد حطحوت اهلا فيك معنا يا محمد يعني انت في مقالك بتشرح بالتفصيل انه كان في خطة على مستوى الحكومة لتسويق الثقافة اليوم اذا احنا بنطالع في مواقع التواصل خلينا نقول يعني مثلا على مستوى ترند تويتر العالمي والترند العربي دائما موجودة اشياء لها علاقة بالثقافة الكورية هل نقدر نقول انهم نجحوا فعليا اهلا وسهلا فيك سارو بالسادة للمشاهدين اول شغلة لازم منتبه لها في التسويق الآن فيه كذا الموضوع الآن قاعد يكون ترند في عالم التسويق نسميه نيشن براندينج التسويق للدول هذا اصبح علمه الآن في مؤتمرات في حضور في فعاليات في متخصصين في هذا المجال اللي ابغاه مش التفاصيل اللي قاعد يصير في الجانب الكوري هدف المقال الحقيقة كان اللي راح في الوعي انه يا جماعة الخير في الناس قاعد تشتغل علينا نستحق ايضا احنا كبلد ان نشتغل على العالم وانه الوصول اللي خلى كوريا تغزو اوروبا وتغزو امريكا اللي حتى استعصت على الدول اوروبية انه يا جماعة الخير هناك قنوات هناك ادوات موجودة في السوق حان الوقت علينا احنا نعم عرب وكسعوديين حقيقة بالمقام الاول ان نستخدمها نعم هذه النقطة مهمة جدا اللي انت ذكرتها واحدة من الاشياء اللي ممكن الواحد يعني يستغرب يقول انه صعب جدا ان الواحد ينقل تجربته لثقافات مختلفة الثقافة الكورية مختلفة جدا عن ثقافتنا العربية ايش بعتقادك الطريق اللي خلتهم ينجحوا في نقل هذه الثقافة ويصبح نجومهم نجوم عندنا يعني اول شغلة انه في جهة في الدولة ماسكة هذا الملف هذا الشيء احنا افتقده هنا طلبت مرارا وتكرارا بانشاء حيئة تسويق السعودية يجب ان يتولى هذا الملف جهة متخصة فيها ناس متخصين في التسويق يفهمون كيف يصلون هذه القضايا في كوريا مثلا واجهوا مشكلة اللغة اللغة الكورية مختلفة تماما عن اللغة الانجليزية لذلك لحل هذه الازمة بدأوا في وضع بعض الاغاني الكورية فيها بعض الكلمات الانجليزية للقرب كخطوة كذا اقرب للمجتمع المتحدث باللغة الانجليزية وهو الوصول للدرجة العالمية في تحديات كثيرة بلا شكل لكن لكل مشكلة في العالم لها حل طب جميل انت الحل اللي ذكرتو الان انه هي فيه جزء من خطة تسويقية نحن يعني ذيما ذكرتلك انه على مواقع التواصل والمشاهدات جدا عالية انت بتطالب انه نحن نكرر هذه النوع من نقل الثقافة وتحديدا نركز على الشيء الفني زي ما نحن شايفين هم مركزين التسويق الدول بشكل عام هو شيء اكبر 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 من ما نتصور انا ما اتكلم على استنساق التجربة الكورية التجربة الكورية هي تجربة خاصة بكورنا نحن ناخذها كمثال هنا لكن السعودية كمثال احنا ممكن نسوق عندنا موضع السياحة الدينية باب جدا كبير ابدا غير مستغل عندنا كثيرا السياحة الجيولوجية من افضل بلدان في العالم جيولوجيا كسياحة وهذا في اقتصاد في العالم في هذا المجال احنا بلد غلي ثقافيا داخل المملكة فيه اشياء كثيرة في السعودية تستحق انها تسوقي الان ما فيه اي حراك في هذا الجانب طيب محمد انت ذكرت كمان في المقال وجهت نوع من اللوم على تحديدا اخترت مسلسل العاصوف اللي عرض فيه رمضان على قناة مبي سي وقلت انه لو احد شاف هذا المسلسل ايش الصورة اللي رح ياخدها عننا طبعا فين اسمك يقولون لك انه المسلسل الغرض منه مناقشة امور داخلية سعودية وليس غرض منه مثلا انه متابعة عالمية او ما الى ذلك ايش كنت تقصد تحديدا بهذه النقطة الامسي والخير على استاذنا ناصر القصبي وهم القامات الفنية وهنا انا اناقش المسلسل بصفتي المتخص في التسفيق وليس يقيم من ناحية فنية لو متخصين في المرجال يقيمون اتكلم عن نقطة واضحة ومحددة وهي ما هو الاثر والصورة الذهنية التي صنعها مسلسل العاصوف عند المشاهد العربي انا للتوجي جيت لبالح من دورة خارج المملكة في شركة عندها الحضور من انحاء العالم دولة عربية وغيرها فسألتم على جانب هذه عن الاثار بصراحة بشكل عام هناك انطباع سلبي اليوم حتى طرحت السبيان في تويتر وكان هذا هو انه بفعلا طرح عندي انطباع سلبي الهدف من هذه المسلسلات والأفلام وهذه فكرة المقال وليس جماعة الخير يجب يعني الغالب العام للمسلسلات الأمريكية والأفلام الأمريكية لو تلاحظينها تقديم في نهاية المطاف الشخص الأمريكي أو الحكومة الأمريكية عنها حكومة الخير الشخص الطيب الشخص الذي إلى آخره تمثل هذه الصورةativas اثرت علينا حنة وعلى العالم كله لا نستحق النظر السعودية والسعوديين بشكل أفضل من انصو المسلسل العاصوف بالشك أفضل جميل جدا وصلت فكرتك نحن بنشكرك على هذه المداخلة ومناقشة هذا الموضوع المهم كان معنا من الرياض الكاتب السعودي والمتخصص في التسويق محمد حطحوت